من أجل الاستثمار الأمثل للوقت وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك أرجو أن أعرض الحزمة الثانية من برامج التكيف الثقافي التي تنفذها وزارة الثقافة وتسعى إلى تقديم مساحة واسعة من الخيارات الثقافية والإبداعية للأسرة الأردنية في هذا الوقت وفي ضوء النجاح الكبير الذي حققته مصابقة موهبة من بيتي حيث تجاوز عدد المشاركات الموثقة فيها السبعين ألف مشاركة فقد بدأ الموسم الثاني من المصابقة مع بداية هذا الشهر الكريم وسوف تستمر في الموسم الثالث بمناسبة الأعياد وعيد الاستقلال إن شاء الله أما البرامج الجديدة ضمن حزمة برامج التكيف الثقافي فهي أولا برنامج الثقافة من قرب وهو برنامج موجه للمحافظات الأردنية وينفذ من خلال مديريات الثقافة ومراكز الثقافة التابعة لها والهيئات والجمعيات الثقافية المسجلة ضمن مضلة الوزارة ويشتمل هذا البرنامج تنفيذ نحو 35 إلى 40 فعالية ثقافية كل أسبوع تنفذ من خلال المنصات الرقبية وبما يراعي شروط التباعد الاجتماعي كما يتبني البرنامج المبادرات التي تقدم من قبل الهيئات الثقافية في مختلف مجالات الثقافة والإبداع البرنامج الثاني ضمن هذه الحزمة هو منصة تدريب الفنون والصناعات الثقافية شغفي هذه منصة متخصصة في الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية وتسعى إلى توفير التدريب السهل والمبسط والمجاني في سبعة مجالات أساسية هي الكتابات الإبداعية أو الكتابة الإبداعية والفنون التشكيلية والموسيقى وصناعة الأفلام والإنتاج والتصوير والصناعات الثقافية وفنون التصميم حيث ستوفر هذه المنصة في المرحلة الأولى نحو 100 دورة تدريبية وبرنامج تدريبي مجاني البرنامج الثالث هو منصة الكتب والمجلات الكتبة وهي منصة مجانية للكتب تطلقها الوزارة وسوف تشتمل سلسلة مكتبة الأسرة الأردنية بالإضافة إلى سلاسل أخرى من إصدارات وزارة الثقافة وأيضا من إصدارات الناشرين الأردنيين الذي تبرعوا بإصداراتهم لكي تقدم للأسرة الأردنية مجانا في هذه الفترة البرنامج الآخر يصرني أن أعلن أيضا عن جائزة جديدة تتبناها وزارة الثقافة في هذه الظروف وهي جائزة كتابة اليوميات في زمن وباء كورونا وهذه الجائزة ستطلق بالتعاون مع مؤسسة ولي العاد وتأتي فكرة هذه الجائزة لدفع المبدعين والكتاب لتقديم شهادات وحكايات من فترة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل لتدوين تفاصيل الحياة اليومية والتي ستكون في المستقبل موئلا لأعمال ثقافية وفنية كبيرة وهذه الجائزة سوف تستقبل المشاركات حتى 15 حزيران المقبل ويمكن الإطلاع على تفاصيل الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها البرنامج الخامس هو برنامج التراث الثقافي الوطني حيث يشتمل هذا البرنامج إعادة تقديم نماذج من التراث الثقافي الوطني الأردني من إرشيف الوزارة الثقافة والمكتب الوطني ومهرجان جرش للثقافة والفنون ويشتمل على إطلاق قناة رقمية لبث فعاليات مختارة من إرشيف مهرجان جرش الذي يمتد على مدى 35 عاما وبث العشرات من المسرحيات والأفلام الوثائقية وإطلاق إرشيف رقمي خاص بالمجلات الثقافية التاريخية التي أصدرتها وزارة الثقافة منذ عام 1966 إلى اليوم ختاما أرجو أن ننوه إلى أن الحكومة حريصة على حماية الثقافة وحماية العاملين في قطاع الثقافة والفنون وعلى هذا الأساس تؤكد وزارة الثقافة إن برامجها ومهرجاناتها ومشاريعها وتحديدا مهرجانات المسرح والأغنية الأردنية سوف تنفذ هذا العام مع الحفاظ على شروط التباعد الاجتماعي بهدف الاستمرار في إنعاش الثقافة ومدها بمنتجات ثقافية جديدة حمى الله الأردن وقيادته وشعبه وشكرا لكم